خلينا نروح لأرض الملعب تاني محمد التوفيق ولقاء مع أحد اللاعبين للمستوى يعني الفترة اللي فاتت شاهد طفرة كبيرة وكان صاحب ثلاثيات في أوقات كتيرة يعني مهمة وشاهد ثبات مستوى محمد التوفيق معه أحمد مهيب من جديد بتواصل معك كابتن هيسا امتحاتي ليك وضيفك كرام كل جمهور النادي الأهل في كل مكان أحمد مهيب نجمي فريق النادي الأهل يعني كابتن هيسا مع شاب بيك بسببات مستوى فترة أخيرة وباسم الله ما شاء الله دايماً السلسيات في الأوقات الصعبة يعني حاسمة بشكل كبير جداً عندنا مباراة الزماني لك الحمد لله ومباراة القناة أخطة بطأ أقصى من رائع وكمان عندنا مباراة الاتحاد في النص النهائي أكيد جمهور النادي الأهل مستعلمين كتير مهيب طبعاً الحمد لله وأهلاً بكابتن هيسا مع ضيفك كرام الحمد لله على مكسب النهاردة يمكن ماتش يعني أجواء ما كانتش أهل عاجة ماتش كانش ليه أي لازمة كان الصغيرين خلصوا الماتش يعني كانت دي حاجة سهلت علينا الماتش عندنا إن شاء الله بقى ماتش تاني مع الاتحاد المواجهة لكل سنة بتحصل بس يمكن بدري شوية عندنا وقت إن إحنا نتمرن ونعلى بمستوانا عن الفترة اللي فات الحمد لله الدنيا بتدت تتحسن واحدة واحدة ودي حاجة كويسة إن إحنا بنعلى يعني ما بتدناش من أول الدوري كده أعلى حاجة يمكن الدنيا بتاعها هي بس الحمد لله ربنا يكرمنا كده ونركز إن شاء الله في سيريز بتاعت الاتحاد ونقدر نحسنها إن شاء الله على طول مهيبي أحسب لكم النهاردة زي ما قلت المباراة التحصيل حاصل خاصة أن مرتبط حسامة ولكن كنتم مركزين لقبل المباراة مستر أجوستي وكمان كابتن أحمد الجرح على الخط كنتم مركزين أول كورتارين كنا فارق كبير كده وصلنا لفارق 25 بونت التركيز دوت وأعتقد كان الجهاز الفاني بيكلم معاكم فالاستفادة المباراة النهاردة تبقى بروفا المباراة للتحاد طبعاً وإحنا يمكن أول كورتارين كنا مركزين أكتر وكاد ده كان باي من السكور يعني بس يمكن فيه دروب كده حصل في المستوى ما كناش نتمنى أن ده يحصل إنت عارف يعني استسهلنا المطش ولعبنا يعني بأرياحية أكتر كان مفروض إن إحنا نزود وندوس يعني أكتر وبتاع بس يعني يمكن المطش خلص 11 بوينت في الآخر بس يعني إحنا بنلعب مستوين إحنا بناش دعوة بالفرقة اللي قدامنا إحنا بنعلق إحنا عايزين نجيب نفسنا نلعب مع بعض أكتر يمكن نهاردة الناس بتدت ترجع لمستويها التيم ويرك كان أحسن غلطات في الديفينس كاتقال فده اللي إحنا عايزينه عشان نبقى نجهز إن شاء الله ونحسن بإذن الله دوري مرتبط إن شاء الله يعني للأهلي جمهوري الأهلي ما يشبعش بطولات وإحنا حملين اللقب تقول لهم إيه جمهوري الأهلي عمره ما يشبع بطولات خالص ولا إحنا يعني اللي تعلمنا في الأهلي بطولة بتنكسبها ونعدي بقى في اللي بعدها السنة دي إحنا جعانين بطولات أكتر يعني يمكن كان فيه إخفاق أول السنة يعني دينا بقى دفعاً اللي جاي ما فيش هزار بقى يعني لأ خلاص ما فيش هزار أنا حسين إحنا مكسدناش بقالنا كتير ودي حاجة ما تعودناش عليها من ساعة مجينة النادي الأهلي إن شاء الله جمهوري ورانا ودايماً بيثق فينا حتى وإحنا تحت ومش في أحلى حاجة ودي أحسن حاجة يعني في الأهلي إن دايماً الجمهوري وراناك ودي حاجة بتديك ثقة فإن شاء الله نقدر نعلى بمستونا ونقدر عندنا ثقة إن إحنا نكسب البطولات دي كلها إن شاء الله شكراً مهيبو دايماً موفى بإذن الله رب العالمين شكراً لكم كابتن هيسم دقل لقاءنا مع نجم فريق النادي الأهلي أحمد مهيب مستمر في تغطيتنا وبراطة الأهل والزمان الكيمي كابتن هيسم متفضل أحمد توفيه أشكرك شكراً جزيراً ويمكن أحمد مهيب من اللاعبين اللي أداءهم بيبقى ثابت يعني لعب في الأول لعب في الآخر جاب ما جابش يعني بيعجبني جداً من ثلاثة دي ولازم اللعبها زهارة تتعلم منها اللعب لازم يعزل نفسه خالص عند أي مؤثرات داخل الملعب هو بينزل لعب محترب بيقدي دوره وبيقدي دوره على أكمل وجه الكل بيحترمه والكل النهاردة جددنا معاه في النادي الأهلي نتيجة ده أكيد الناس فاهمه والجهاز الفني فاهمه ودوره إيه